هو محمد الجواد. عمره 25 سنة. هو عنده 17 سنة والامامة بتاعته 6 سنوات. يعني كان عنده 17 سنة. يعني جي قال لهم السلام عليكم ومشي. تخيالوا؟ جي قال السلام عليكم ومشي. فانت بقى احسب الاعمار دي كلها. يعني انت مثلا ادي 30. تمام؟ مدة الامامة 30 سنة. لانها بتنقص من العمر يعني ما هو ما بتولدش امام. بتنقص من العمر ماشي. الامامة تسعة ونصف. يعني خد دول كده عندك 30 وتسعة. قول عشرة. ادي كده 40. ادي كده 41. ادي كده 74. وقول عشرين. يبقى 104. مية واربعة. عندك 134. يعني عندك 138. 138. وخمسة وثلاثين. عندك ستين. مية حاجة وسبعين. عندك عشرين يبقى مية حاجة وتسعين. عندك تقول قول عشرين. يبقى امتين وعشرة. يبقى ايه? امتين وعشرة. ميتين تلاتة واربعين. وده وقت خمس سنين او ست سنين. ماشي. بقول لنا برضو السلام عليكم مشا. ماشي. قول متين. يعني انت لو جمعتهم كلهم اتلاقي امتين وخمسين سنة. من الف وربعمائة سنة. من الف وربعمائة سنة. الله العظيم تهريك. والله الناس دي بيتهرج. بجد والله. والله بجد. يعني انت خيل انت. الف وربعمائة سنة. امامتهم. ميتين واربعين سنة. ميتين وخمسين سنة. يا عم تلتمائة سنة. يبقى عندك الف ومائة سنة. ما في امام. واللي هي بقى بتاعة الغايبة دي. والغايبة الصغرى والغايبة الكبرى. وخش بقى في القصص النصب. بجد يعني. ايه? ايه يا شيع ايه? 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 ايه يا عم الحاج? فكر بقى شوية. فكر شوية. لا يفكر شوية. والله انا مش حكايتي دافع وما يدفعش. فكر شوية. يعني ربنا نزل. ونزل شوية أئمة 12 إمام أو 11 إمام غير هذا المدّة 240 أو 250 سنة ونبقى الأيام كلها أصلاً لا تعذّر لا بجد يعني تعذّر الوصول إليه يعني كل ما نيجي نسأل فتوى أو شيء تعذّر الوصول إليه